مساء الخير متهايق لي مفيش إنسان النهاردة يقدر يستغنى عن التليفون بنشتغل بالتليفون بنحب بالتليفون بنحاول فلوس وبنحاسب بالتليفون بس يا ترى ينفع عن ربي ولدنا بالتليفون؟ التليفون وبس؟ ده السؤال اللي سألته النفسي وانا عمالة أقرأ قصة إكرام إكرام بطل قصة حقيقة النهاردة اللي بعثت تقول لنا بقالي 30 سنة علاقتي بأمي تليفوناته بس طب لي مش بيتقابلوا؟ المدة دي كلها قاعدين بيعملوا إيه؟ تعالوا نسمع قصة من الأول ونشوف إكرام بعثت تقول لنا إيه؟ اسمي إكرام عندي 47 سنة ولسه أنسة والدي وولتي من الأرياف بس اتجوزوا وعاشوا في القاهرة مدة طويلة بحكم ظروف شغل بأبو وفي فترة إقامتهم في القاهرة أمي خلفتني وعشت معهم لحد ما بقى عندي 14 سنة لحد ما الخلافات اللي ما بينهم زادت وصلوا لطريق مسدود سبب المشاكل الكتير أن والدتي كان كل اللي يهمها الفلوس لما أمها اتوفت أمي قررت أن ترجع لبلدها وتعيش هناك عشان تحافظ على الورث اللي ورثته عن أمها بابا حاول يفهمها أنها ممكن تبيع ورثها تفضل جنبه في مكان شغله وتحافظ على بيتها وبنتها بس هي كانت مصممة كانت عايزانا نرجع معها البلد كلنا ونبقى جنب ورثها كان كل اللي هممها الورث والفلوس وبس